بين المغرب ومصر علاقات واعدة وتعاون ثنائي متعدد الأبعاد يشمل مجالات مختلفة هذا ما أكده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في مصر حسام الدين رزق في مؤتمر صحفي الزيارات المتواصلة بين الوفود التعاونية في كل الأنشطة تعكس جوانب التعاون المثمر بين البلدين الحقيقة بنكرم من خلال هذا المؤتمر تعاونيات الحرفية المغربية كأحد التجارب الرائدة التي تكرم على همش الجلسة الافتاحية للمؤتمر من ضمن أفضل خمس تجارب ومشروعات تعاونية على مستوى القرى الأفريقية هذا اللقاء الذي سيشكل مناسبة لاستعراض التجربة المغربية المشهود لها بالريادة في المجال التعاوني يروم أيضا بحث آفاق التواصل بين المنظمات التعاونية على المستوى الإقليمي والدولي وتعزيز التفاعل مع الدول الافريقية كما يتوخى تبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الدول المشاركة ترجمة نانسي قنقر